تسيدت وسائل التواصل الاجتماعي ساحة الحراك الإعلامي في انتخابات مجلس الأمة المقرر يجرؤها في السادس والعشرين من نوفمبر الجاري بعدما فرضت نفسها كأحد أبرز الوسائل العالمية التي يستخدمها المرشحون لاستقطاب الناخبين الندوات في المقر الانتخابية حافظت أيضا على مكانتها في تواصل المرشح مع الناخب لما تتميز به من تفاعل جماهري تعيش البلاد أجواء انتخابية يتنافس فيه المرشحون لكسب ثقة الناخب وإيصال وجهات نظرهم عن طريق العديد من الوسائل كالندوات ووسائل التواصل الاجتماعي هذه الندوات تدل على الرجل أنه هو في المكان الصحيح في مكانه هل مهندس مهندس هل الدكتور دكتور هل في خطابة في لقاءة في فكرة نحن لا نبي الوطن فوق الجميع البعض يفضل حضور الندوات الانتخابية لمقابلة المرشح وجها لوجه وما يكون فيها من مناقشة لهموم وقضايا المواطنين والله في الحقيقة أرى أن الندوات لها حاجة ما سهل أن يكون في قرب بين المرشح وبين الناخبين حتى الإنسان يتعرف على أكثر باللقاء معه الشخصي ممكن حتى يوجه لسؤال خاص أفضل منها البرامج التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي هو وسيلة يعني الإعلامية يعني وصبحت الآن لها أهمية كبيرة لكن هم بعد وجود الإخوان الناخبين وتواجدهم في المقارات التخابية وليسمعون طرح المرشحين لتشكيل قناعته واختيار الأفضل لكويت المستقبل فيما قال البعض أن أطروحات وسائل التواصل الاجتماعي تصل للغلبية في أماكنهم دون الذهاب للندوات والمقارات الانتخابية وسائل التواصل الاجتماعي لها الأثر الكبير على تغير القناعات أكيد تأثير كبير على وضعية المرشح طرح الحين هو قاعد يعني ما يحتاج يعني ندوات ولا غنوات ولا شيء بشكل كبير مثل تويتر يعني يعني الكويت كلها عنده تويتر والله هو تويتر الحين توجه كل الوطن العربي بشكل عام توجه على تويتر والتواصل الاجتماعي بشكل عام بس لابد من الندوات أنه يتواجهون وجه لوجه مع المرشح